يعني ماذا عن كتابك الجديد عن مستقبل علم المصريات؟ أنا بكتب يعني أنا شايفة أنه علم المصريات أنا باكاليريوس بتاعي هو باكاليريوس علم المصريات فأنا دايماً بيبقى عندي نقد ذاتي اللي أنا تعلمت إزاي وإزاي أنا شايفة أنه العلم ده لازم يتطور العلم ده ابتدى على القطع اللي تسرقت في قرن 19 وابتدى يتطور منها للعلم النهاردة علم الأثار عمتاً ابتدى أنه يتواكب مع نظريات المجتمعية المختلفة ولكن علم المصريات لسه مقفول على نفسه بشكل كبير فعلم المصريات محتاج أنه يتطور من ناحية النظريات ومحتاج أنه يتطور من ناحية الشغل في المواقع الأثرية نفسها ومحتاج أنه ما يبقاش بس أنه الراجل الأجنبي اللابس البرنيتا اللي جاي يحفر عشان يطلع حتة أثار يكتب عليها بحث علمي والموقع بعد كده يفضل متساب بقية السنين لازم علم المصريات ينزل للشارع يخرج من الدوليب بتاعت الأكاديميين ويخرج من المتحف لازم العلم المصريات يبقى علم كل المصريين متشاركين فيه يعني إيه ينزل للشارع؟ يعني على سبيل المثال الأطفال في مدرسنا هل يعلموا شيء عن علم المصريات؟ للأسف هي كتابة دراسات الاجتماعية يعني على أيامي ما كانش بالشكل الجيد دلوقتي برضو أنا لما قريته مش مش شايفة أنه قادر أنه يخاطب الأطفال مش بس كده هو أنا عايزة علم المصريات ينزل للشارع أنه كمان يأكل عيش المصريين أنه دايما كانوا كيفا؟ من خلال التنمية المستدامة أنا عندي موقع أثري في قرية في الدلتا بدل موقع الأثري ده ما يبقى خرابة محدش بيجي بس الرجل الأجنب يحفره في الصيف ويمشي إزاي الموقع ده من خلال المشاريع بتاعت التنمية المستدامة وأنه يتفتح للسياحة ويتفتح للزيارة ويبقى فيه السيدات بيعملوا حرف مختلفة لها دعوة بالمكونات الثقافية الموجودة في المكان ده فأقدر أن أنا أتيح الموقع إتاحة الموقع نفسه للمصري وللزئر الأجنبي هي دي أنه علم المصريات ينزل للشارع إتاحة المعلومات التاريخية إحنا لحد النهاردة من سنة 52 لم ننتج السردية المصرية عن علم المصري